اشتركوا في القناة مقبرة الرحمة واحد من اكبر المقابر على مأساعد ولاية جاة الدار بضاء سطات تستقبل يوميا حوالي 24 وفات جنا لمقبرة الرحمة باش ناخد معلومات حول هذا المقبرة من طرف نائب الاول رئيس المجموعة الجماعة الترابية التشارك سيمو السعين لكمال احتي معنا ولاحظوا معنا جميع المتتبعين ان المشكلة تعمل مقبرة الغفران يعني تعرضت الفيادانات وتعرضت مقبرة الرحمة يعني في من اعناد المشكلة هذا المستقبل بسم الله الرحمن الرحيم في الاول ان الغيب يعلموا الله سبحانه وتعالى ولكن يمكنني انهضر لك على هذا الفيادانات للذات بالنسبة للمقبرة الرحمة الحمد لله كانت الامور عادية لا شيء يذكر فيما وقع في بعض المقابر الاخرى بالنسبة لك كيف ما قلت لك ان لا شيء يذكر امور عادية الا كانت شي حاجة بسيطة طفيفة جدا والدليل انه الناس المرتفقين وعائلات الناس المتارجة وحضروا وشفوا كل شيء وانهم يقول لك الحمد لله ان المقبرة كانت في ظروف احسن رغم الفيادانات اللي كانت خارجة عن الارادة ديانات دكشة ديان الله سبحانه وتعالى المساحة راح مشحل تقريبا والمساحة راح تقريبا تتعدى ستين يقتار هدا هو المساحة ديالها هل يعني قادرت تسوعب من الموت ستع المسلم وانا ما نقدرش نعطك الحساب بطبط غير لي نقدر نقول لك الحاليا على حساب الاحصائيات اللي اعطونا الناس اللي هم معارفين في الميدان ان هذا البقع اللي هي مازال مازال تقدر تسوعب واحد ثلاثين سنة ولا خمسة وثلاثين سنة اخرى اما الاحسائيات بالضبط ما نقدرش نعطك الكثير المتتبعين تقولوا ان المقابر المسلمين على المساوة مدينة الضربية تتعيش واحد وضعية اللي هي كارتية مقارنة مع مقابر مثلا النصارى واليهود علشت الامر هذا هذا قليل بحد المقابر ان كل مجاليس ولا كل مقابر سواء كانت مقابر رسمية لتابع الهيئة من الهيئات او المقابر الجماعية كل مكسب مكسب كي يعطيها يعني الدور ديالها باش تكون المقابر المسلمين وهذا خصنا نعرفوها في احسن مكان كيف ما تستعرف ان المصير ديالنا كنا لهذه المقابر اذا خص كل مكسب او لا كل جهة معنية تعطي المقابر ديالها الحق ديالها كمقابر مسلمين باش نوصلوا للمستوى اللي وصلوا له مقابر اخرى وكاينة في المغرب مقابر المسلمين هي وصلة للمستوى اللي هو اكثر من جيد والمقبرة ديالها الحمد لله احنا كمقبرة ديالها الرحمة غادي انتحنا نبغي نوصل لرغم انه وصل لواحد المستوى اللي هو جيد ونبغي انه توصل اكثر وكاينة واحد من مجموعة ديال المجهودات اللي بس نوصل له هذا الريهان هذا اللي احنا حطينه حطه المكتب هل تمان السعر بالنسبة للدفن في مقبرة الرحمة؟ تمان السعر مئتين وعشرين درهم للقبر واشكنت يتكلف واش الاسرة على المرحوم ولا الجماعة ولا المقبرة؟ لا هذي كل اسرة المرحوم هي اللي كتتكلف باستخلاص هذا الرسم الجبائي اللي هو مئتين وعشرين درهم ومقبرة الرحمة لي من تابعة؟ واش المجلس المدينة؟ واش الدارب عزة؟ واش المؤسسة التعاون؟ مقبرة الرحمة عند استقلال ذاتي هي مجموعة ديالجامعات السعرابية اللي كتتكون منها هي عندها واحد المندوبين ديالها مجلس ديال دارب يضفي أربعة المناديب جماعة دارب عزة ثلاث مناديب جماعة ولاد عزوج جوجة المناديب والمجلس الإقليمي جوجة المناديب معناها 11 من دوب كلهم كيكونوا هاد المجموعة هادا وعندها هي مستقلة بداتها مدخل ديالها خاصة بها وتقربة شحلت على الموتى الناتجي يوميا للمقبرة طرح؟ الموتى كان معدل ديال عشرين خمسة وعشرين يوميا من أي الملاتة قد تستقبل مقبرة الرحمة؟ من الجماعة التي تكونها في الأول وممكن تقدر تكون حالات خاصة التي جاء مثلاً من مدينة أخرى وتوفى هنا يقدر العائلة ديال وجوه أما من دار البيضاء جماعة دار بعزة جماعة ولاد عزوز يخلي من وصل كأكل ممكن يجيوا ويدفنوا الأموات ديالهم كم مكتب جديد تكونوا مؤخراً أشان الخطة ديالكم مستقبلية؟ الخطة ديال المكتب الجديد ما كتفرقش على الخطة بصفة عامة اللي كان غادي بها المكاتب السابقة أو للمكتب اللي كان حالي اللي كان توفى الرئيس دياله والله يرحمه هو عندنا أولاً كان بناء حائد سياج اللي كان يدور بالمقبرة اللي طول دياله تقريباً 3,700 متر كان تزهيز البقعة للدفن اللي كان تقدر بـ 40 هكتار كان الإنارة العمومية كان كاميرات للمراقبة حتى المرتفقين باش يكونوا في آمان كان الإدارة ديال المقبرة بنفسها حتى هي كان حاولوا نتضموها باش تحتدوك الناس والزوار يجو يكونوا في من وتستقبلون في أحسن استقبال هذا واحد وزيدا مجموعة أخرى من الرهانات اللي كان عندنا ترجمة نانسي قنقر